اشتركوا في القناة وشوط ثاني في نهاية هذا الشوط والكثير دائما هنا اتى لهذا الميدان للمشاركة فالترحيب دائما من رئيس اللجنة بضيوفه واخوان الكرام سعيد بن محمد بن حزيم الفلاسي والشكر دائما أيضا للجان العاملة في هذا الميدان ميدان الطي هناك الذي دائما بجد واجدهاد شوطنا الثالث عشر في رحلة لبكار شوطنا الثالث عشر دائما لا يقول لهمية عن بغية الأشواط وأعود إلى المركز الأول مشكلة في المركز الأول أن القلب حساس قلت لك السبوع الماضي واللي هي شهينية راشد بن سعيد بن عبد بن خليف الحميري اللي غيرت عصدات الجوط النقل على المركز الثاني مشكلة لعلي بن عبد الله بن راشد القليبي وبينما اللي في المركز الثالث اللي في المركز الثالث شهينية راشد بن سعيد بن غافان اليابري النقل على المركز الرابع روعة خرض بن مطر بن علوان وفي المركز الخامس هناك من الجانب الثاني بشايد لمضفر بن علي بالكيلة العامري والنقل على المركز الساد اللي هي ذيبه لخلفان بن أهلال بن محمد بن عبد الله النعيمي النقل على سابع المراكز المركز السابع بن صفوان هناك لسلطان بن عبد الله بن سيد بن صفوان على سابع المراكز المركز الثامن سلابة على ثامن المراكز محمد بن صفوان وبن واش وفي المركز التاسع تم لمحمد بن خليفة بن حيد وفي المركز العاشد اللي من الجانب الثاني اللي من الجانب الثاني طيارة سعيد بن عبد بن عاتي الزحمي هكذا هي النتيجة هكذا كانت النتيجة ما شاء الله ما شاء الله شوط من هذه اللحوات والله انه ير ير الشوط ير ولكن اللي يبغي التوقيت اللي يبغي التوقيت شوي خرخش السماعة خرخش السماعة يلاعب هذين نظبين لمتواجدات في ساعة الميدان ولكنها الشاهنية اللي تقود هذه المجموعة الشاهنية اللي تقود هذه المجموعة في انطلاق توضن الثالث عشر مع راشد بن سعيد بن عبد الحميري وفي المركز الثاني شاهنية لراشد بن سعيد بن غافان الجابري وبالكيلة هناك اللي يجاوز اللي يجاوز يبغي يعبر الحدود من الجانب الثاني اللي هي بشاير وبشروني عنك ما يدرون عني نمضفر بن عوض بالكيلة العامري وصلت مشكلة وبتنعل المشكلة علي بن عبد الله بن راشد القليبي خام رابع ثالث مراكز المركز الرابع شعار بن صفوان مع راهرة سلطان بن عبد الله بن سعيد بن صفوان وفي المركز الخامس تم 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 لمحمد بن خليفة بن قحيد خلاص خلاص يا بن غافان خلاص باش الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن عطايا الله دائما دائما يثبتون وجودا يثبتنا الوجود الشاهنية راشد بن سعيد بن غافان اليابري ويا جوجل خبرني وين ساكن خبرني وين ساكن بقول مدينة العين بقول مدينة العين يا السلام تبارك الرحمن تبارك الرحمن على هذا الأداء مشكلة في ثاني المراكز لعلي بن عبد الله بن راشد القليبي وفي المركز الثالث هناك اللي تلوح اللي قادمه في المركز الثالث أبعيد عنيه شوي ولكني أكتفي مع الشاهنية أكتفي مع الشاهنية بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن يا بن غافان على هذا لدى راشد بن سعيد بن غافان اليابري اللي قدم من مدينة العين فمرحبا دائما بأبنائك يا مدينة العين على هذا الحضور الجميل والمشرف هنا في هذا الميدان ميدان الطي الذي يرحب بإخضيوفه الكرام ها هي لحظة الصورة الشاهنية مع النمو المركز الثاني لعلي بن عبد الله بن راشد القليبي المركز الثالث السعيد خلفان بن أهلال للنعيم المركز الرابع ما قدرنا نتعرف عليه وفي مركز الخامس بشاير لمضفر بن عوال بالكيلة العملي هي النتيجة من أربع دقائق سبعة وثلاثين وسبعة وثمانين جزم الثاني تهانين والناموس ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا